وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 403 قضايا تموينية بمضبطات بلغت قرابة 34 طن مواد غذائية وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 7 طن مواد غذائية وفي مجال عدم الإعلان عند الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي لاستلع الغذائية تم ضبط قرابة 27 طن أما في مجال قضايا المخابز تم ضبط 512 قضية من بينها 96 قضية خبز ناقص الوزن فضلا عن 107 قضايا خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 9 قضايا بمضبوطات بلغت قرابة 30 طن أقماح محلية موسيقى